اشتركوا في القناة هذه اللفتة الكريمة هي اللفتة العظيمة بمعانيها الإنسانية حيث تضمنت عدداً كبيراً من الأشخاص الذين شملهم العفو الملكي وهي اللفتة مهمة جداً من صاحب الجلالة وقد لقيت هذه المبادرة الملكية ترحيباً على المستوى المحلي والعالمي وخصوصاً من قبل مجموعات حقوق الإنسان ومن المهم جداً أن وزير العمل جميل حميدان صرح بأن هذا العفو يأتي من منطلق روح التسامح ويتيح فرصة جديدة للمشمولين بالعفو ودامجهم في المجتمع وهذا يأتي بالتزامني مع قانون العقوبات البديلة لمملكة البحرين وهو عبارة عن الإفراج عن المحكوم عليهم وضمهم في خدمة المجتمع وإعادة تأهيلهم والذي نتج عنه نجاح كبير خصوصاً بأنه يتيح الفرصة لهم بالحصول على فرصة عمل وبناء حياة كريمة لهم ولعائلاتهم وستؤدي هذه المبادرات إلى نتائج إيجابية ملحوظة مبادرة إعادة التأهيل مهمة جداً والآن بريطانيا والبحرين تتمتعان بحوارات استراتيجية في مجال حقوق الإنسان والمجالات الأخرى وبريطانيا تشيد بجهود مملكة البحرين في هذا المجال البحرين's efforts in this regard ترجمة نانسي قنقر